السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امتبعي الكرام. حياكم الله. يوم معنا طريقة رفع التطبيقات على مجر سامسونج المجاني. بالطريقة سهلة ان شاء الله. لذلك اتابع مع الفيديو لاني هل معرفة جميع التفاصيل. طبعا مجر سامسونج مجاني. آآ بديل لجوجل بلاي وهو يدعم اعلانات الادموب. اول شي لازم نكون قد نحساب بآ طبعا حساب سامسونج مطور. وانا ذكرت فيديو السابق راح خليك رابطه اسفل الفيديو. شلون تنشئ حساب مطور. بعد ما انشاني حساب مطور. سجلنا دخولنا راح تفتح الواجهة بهذا الشكل. راح اعطي على نضغط على الزائد. بعدين راح يقول لي آآ تطبيق بدك للجالكسي ووتش او اندرويد نختار آآ نعطي اهم شغلة تأكد انه يكون شغال النسخة باصدار سطح المكتب يعني ما يفتح مثل الكمبيوتر. احيانا نسخة الجوالق عم يتواجه مشاكل اما خليه من اجل الكمبيوتر اهم شغلة بهذا الشكل لك انك تستخدم صفح كروم حط العرض باصدار سطح المكتب. بعد ما تفتح النا تفتح الواجهة بهذا الشكل. تمام? اول شي يقول لك يعني اسم التطبيق سمي اسم التطبيق اللي بدك يا انت طبعا انا مجهز اسم تطبيق. تمام. بعدين يقول لك هون يعني وصف التطبيق. تطبيقك ايش يتميز. وصف كامل للتطبيق. تحطه انت بهذا يعني ايش يتميز تطبيقك. ايش يتكلم. كل الامور هاي تحطه. انا مجهز ايضا وصف للتطبيق. بعدين اه ننزل جو يقول لك الايقون. الايقودة لازم تكون خمسمية واثناش خمسمية واثناش صيغة البي انجي. راح خليك شلون تعمل الصورة بالحجم خمسمية واثناش خمسمية واثناش. وايضا راح خليك رابط الفيديو شلون سهوي الصورة من دون اي مشكلة. ان شاء الله. لانه ما يقبل غير البي انجي. بعدين هنا. لازم تحط سكرين شوت اه يعني انه اه سكرين شوت للتطبيق طبعك. اهم شغلة ما يكون فيها اعلان. راح خليك انا رابط عامل سكرين شوت احترافي لانه ما يقبل اي سكرين شوت لازم تكون باحجام متناسبة. انا شكل ظهرت عندنا. راح نضيف هنا عندنا الخيار هذا. تمام? اه يقول لك اه ان اختار تطبيقك اي شي يتكلم عن اي شي يتكلم تطبيقك. نضغط على. كان تطبيقك يتكلم عن اطفال. تختار اطفال. تطبيقه يتكلم عن اغاني. عن الصور. عن كتب. عن العاب. عن تعليم. تختار انت حسب تطبيقك اللي يختاره. اختار عديد. وهي خليها خيار ما باي مشكلة. بعدين. يقول لك هون تختار الامر. تختار. تختار الامر. طبعا الافضل تختار من نص طبعا تطبيق اي فئة عمري موجهة. الافضل تختار زي الثمنطاعش. طبعا انه من العمر الثناحش سنة وجوه ما رح يطلع اعلانات. اما الافضل تخلي ثمنطاعش. بعدين هايا هون تخليه مثل ما هي. ما تلعب بها اي شي. بعدين يقول لك هون يعني اضافة لغة اه يعني اي تطبيقك يدعم اي لغة. مثلا العربية كان يدعم عربي تضغط على عربية. نكبرها. وكان يدعم انجليز يختار. يعني اختار اللغات اللي يدعمها تطبيقك وتعطيه. اهم شيء تعطيه بعدين. جوه يقول لك هون رابط سياسة الخصوصية. لازم ضروري هاي. تحط رابط سياسة الخصوصية طبعا لتطبيق. بدك تحطها. ورا اخليك رابط فيديو. شلو نستوي سياسة خصوصية للتطبيقات. الطريقة سهلة ان شاء الله. بعدين هون يقول لك اه عنوان اليوتيوب طبعا اذا عندك فيديو مشال تطبيقك. هذا ما نشغل به حاليا. وجوه يقول لك يعني ايميل الدعم او الاستفسارات. نحط الايميل احنا. بعد ما حطينا لازم نحط هون على الخيار الخيار اللي هو اه الصح جوهن هون يطلع لنا عندنا. تحط صح تعلم عليه وتعطيه سيف. اهم شغلة تعطيه سيف. رح يقول لك هون مثل ما شفت تعطيه اوكي. اول مرحلة صارت صح عندنا هون رح نشوفها مثل مشايفين. بعدين رح ننتقل على المرحلة تضغط عليها. الثاني واحدة عفوا. بعدين رح نضيف هون اد بيناري. بعد ما اضفنا اد بيناري رح نعطيه على تمام بعدين نقول لك جوجل موبايل سيرفز تعطينه. بعدين هون يقول لك حمل يعني حمل التطبيق لازم يكون بصيغة طبعا الملف اللي تطبيقك انت سويه لو تقدر تحمله. تمام بعد ما حملنا الملف رح يطلع لك بهذا الشكل اللي يصير مية تمام اللي يصير مية بعدين نعطيه سيف ننتظر حد ما يصير مية التطبيق تابعنا. تمام بعد ما صار اه مية رح يطلع لك بهذا الشكل وتعطيه سيف تعطيه سيف فقط. تمام بعدين رح نروح على الخطوة اللي بعدها وهي الثالثة وهي تعطيه تطبيقك بجاني ولا مدفوق رح نعطيه فريخة لي مثل ما هي وتعطيه سيف بس. تمام نعطي اوكي. بعدين رح ننزل جوه على تحط على اول وحدة وهي لازم تحط عليها لا تحط على غير وحدة لان هذو كوحدة اه يعني تنزل بوقت محدد تطبيق او يدوي لأن نحط على اول وحدة ونعطيه هنا نحط عليها الصح نعلم على الخيار هذا. بعدين نعطيه سيف. رح يقولنا تمام بعدين رح نروح عدنا هنا تعطيه السم بالتبعان تضغط عليها. رح يقول لك تطبيقك ما رح يظهر بسين من هالامر هذا تعطي ايس ما بمشكلة عندي. يقول لك تطبيق زائد ثمنتاش تعطي رح يقول لك هل تريد نشر تطبيقك خلاص تعطي يس بعد ما تعطي رح يروح قيد المراجعة تطبيقك طبعا. رح يروح تطبيق قيد المراجعة ما باي مشكلة عندك. اه نرجع. شوفك شلو رح ينطيق قيد المراجعة لان انا رايز على التطبيق هذا ما ترفع مرتين. بس مشان شرح. راح نشوف عدنا هنا طبعا راح تعطي. نشوف تطبيقنا وينه نزل نازل. نعطي عالاب. تمام رح يقول لك هذا تطبيقنا هذا اول واحد تويني عبر ما رفعنا منطين ايس ما عنا شغل بهذا. اه تطبيقنا هذا الرفع راح يطلع لك بهذا الشكل مكتوب يعني اه بلش اه الطلب يعني اخذ طلبك وراح يروح على مرحلتين وهي اعادة التقييم يعني المراجعة وبعدين النشر. تمام? راح يطلع لك بهذا الشكل بعدين اذا تطبيقك شوفوا قيد المراجعة من انقبل راح يطلع لك اخر شي وتبين عندك انه انقبل تطبيقك وهذه الطريقة ترفع التطبيق على متجر سامسونج. واذا عندك اي سؤالة واي سفسار حطنيها بالتعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.